شاب مصاب بالشلل الدماغي في مدينة إربيد وشقيقه عامل مياومة حالة إنسانية يزيدها تعقيداً تجميد صرف مخصصات من صندوق المعونة الوطنية بسبب إجراءات تتعلق بحجة الوصاية على سرير في بيت متهالك بمدينة إربيد يرقد الشاب إياد وسط ظروف معيشية صعبة وحالة صحية خاصة تمنعه من إعالة نفسه بده فوط وبده عناية وبده تأمين صحي وبده أجرة بيت وبده لا عنده أي من الطلبات الحياة لا يوجد عندهم أي شيء أحيانا الكهرباء بتقطع أحيانا صاحب البيت بده يخرجه من البيت لأجر الأجار البيت فما لهش أي معين من الله إلا أخوه محمد عامل المياومة والأب لطفلة وحيدة هو شقيق إياد ومعيله الوحيد الآن بعد وفاة الأب الذي كان يعاني أيضا من إعاقة حركية أبوي لما توفى كان له مراتب من التنمية وقطعوه بعد ما توفى وهذا ما فيه مش قادرين جيب له لا فوط ولا إشي وكلهم باشتغلنا باليومية يعني يوم باشتغله عشر ألا ومش عارف كيف بدي أدبر حاله مش عارف شو بدي أسوي والراتب قطعوه ما فيش إشي اللي أقدر أساعده فيه تجميد صرف الراتب المخصص من صندوق المعونة الوطنية معضيلة يواجهها إياد وشقيقه محمد بعد وفاة الأب والسبب إجراءات وتعليمات طلبنا من الأخ محمد كونه هذه الأموال لازم تصرف للمستفيد الأول طلبنا من أخوه محمد إحضار حجة وصاية من المحكمة الشرعية لنستطيع تسليم الراتب له لغاية الآن ننتظر بحجة الوصاية إيقاف ما فيه للأخياد ما فيه أي مشكلة تواصلت مع مدير البريد حكالي أنه الأموال موجودة بالإدارة العامة في عمان تواصلت مع شقيقه محمد للحضور اللي مشان استرجاع كافة الأموال له للأخياد وإحضار حجة وصاية اللي يستطيع بالمستقبل الشهر القادم واللي بعد لقى محمد كونه إياد لا يستطيع الحركة أنه يستليم راتبه بشكل رسمي وشرعي الأموال محفوظة وكذلك ملف إياد وحالات أخرى يقف حاجز الإجراءات عائقا أمام تحصيل ما يضمن لها مقومات عيش كريم